كابتن متحة شالة بطوال الفترة اللي فاتت الراجل كسف محاضرات التنظير الطبيعية والدعاء بانه حامل كهنوت الرياضة اللي انا بقول لكم وعشان تسمعوا مني ويسيبكم من اي حد تاني مش هينفع يلعب الا لما يدفع نسمع كابتن متحة خاصة بعد ما الجواب جاه على معلوماتي الشخصية ان اللاعب لن يشارك الا بعد ان يدفع المبلغ هيدفع بقى المبلغ هو هيدفعه النادل الاهي هيدفعه والشرق دي مش قضيتنا انا بس بشرح اللي زملاء تحدثوا فيه ووفقا لمعلوماتنا اللي انا شرحته اعتقد بنسبة كبيرة جدا جدا انه هو الصواب التي ام اس بكرة مفهوش جديد ولا علاقة له اطلاقا بايقاف كهرباء عدم ايقاف كهرباء الكلام ده كله برا الموضوع تماما 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 لا دخل له اطلاقا ولا يمكن لاتحاده الكورة انه يبعث للنادي الاهلي يقول له اللادي لعبه من نفسه كده اتحاده الكورة ولا يمكن النادي الاهلي انه هو يلعبه دون خطاب رسمي عندما يصبح الغير ممكن ممكن ها ولكنه غير ممكن لامر يعني في نفس يعقوب الحقيقة كابتن متحت مرة نفسي يخش في اي قضية من عشرين سنة تخص النادي الاهلي وقال قولا ينصف الاهلي في صالح تفسير الاهلي في اي اعضاية واخذ الجانب الاخر من النظر وهذا انا مفيش حاجة تخلي الكابتن متحت شالب يعمل كده بينه بين النادي الاهلي حقيقي يعني لكنه واربق بيه ان يكون الامر هكذا دائما يرضي احد غيره لان مهما ما يبقاش هذا الاتجاه المستمر وهذا اليقين المستمر والنادي الاهلي على فكرة لا طلع جدله ولا نقشه ولا الاهلي بيتحدث مع الجهات المعنية والاهلي ما كانش حاي يلعب كهرباء ويضم للقائمة إلا زا جاله جواب وزا جاله جواب يقوله ما تلعبوش كان مش هيلعبو ايوه الموضوع ما فيش انتصار لرأي يعني ما فيش مش قلتلكه طب انت بترد على المحامين ولا بترد على كهرباء ولا بترد على الجمهور ولا على السوشال مين بترد على مين ولا على النادي الاهلي اللي مش موجود في المعادلة دي كطرف ياخد ويد يحد معاه الاهلي عنده لعيب يسأل يلعب ولا ملعبش بالظبط فالمسألة يعني اتمنى انت تكون حاجات عفوية من الكابتن متحت يعني يريد ان يظهر عفوية من عشرين سنة مش عارف اسميها ايه لان الراجل ده عنده من الخبرات اللي تسمع له يعرف القضايا اللي بيخودها ايه يعني احنا احنا مرضناش نلح في اللي عملته ايام ماتش الجزائر تاني حنعيده تاني حنعيده انك تختلق مواقف تولع الدنيا بين الناس وتجيب حدث وتعلق عليه والناس تنجرف ورائك وبعدين الامور تعدي عدت على خير بلاش التكرار بقى اشتغل اعلام احسن فقرة بيقدم الكابتن متحت وانا شخصين باستمتع بيها الفقرة المسابقات اللي بيعملها في الاخر والله لان هو كده مش تحت ضغط حاجة اهو بيعمل مسابقة بين اتنين دماء خفيف هو عنده قفهات وعنده حاجاته عنده مقاومات يقدر يشتغل بيها وينجح جدا انما انك انت تترصد النادي الاهلي حب نفسك اكتر من الاخرين